اشتركوا في القناة الله عليه وسلم بمشيط ربنا نحلم مع بعض تدريب المفهوم الثاني الوقود موجودة معنا صفحة 62 كتاب الأضواء طابعة 23 يلا بينا على بركة الله أول سؤال يعد نقط المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض يطار الكيروسين اللي هو الجاز يعني ولا الشمس ولا الغاز الطبيعي ولا القمر هنختر يا شباب طبعا مين الشمس إذا ما احنا عافين هي بتعتبر المصدر الرئيسي لجميع الطاقة على سطح الأرض رقم اتنين كل مصادر الطاقة التالية ناتج عن تحلل بقايا الكائنات الحية القديمة التي عاشت على الأرض منذ ملايين السنين ما عادة يعني فيه واحدة غلط البنزين طبعا دي صح معنا احنا عاوزين واحدة غلط خلي بقنا الخشب طبعا دي اتنا لاش علاق النفط والفحم برضك الاتنين دول صح يبقى الحاجة الوحيدة اللي غلطة ليه رقم مين رقم بيه اللي هو ايه الخشب يتشابه الماء مع الوقود في أن كليه هما الاتنين مع بعض أول حاجة مصدر متجدد للطاقة طيب أنا عند دلوقتي الماء مصدر متجدد هل الوقود مصدر متجدد طبعا ده مصدر محدود فإذا دي ما تنفحش معنا رقم بيه يسبب تلوصا للبيئة هل الميا بتسبب تلوصا للبيئة طب الوقود بتسبب تلوصا ماشي هل الميا بتسبب تلوصا طبعا لا وبالتالي دي ما تنفحش معايا رقم جيه يعتبر من مصادر الطاقة ها ايه رأيكم طبعا المية والوقود هما الاثنين مصادر الطاقة فاذا ده صح الرقم ده له نفس التركيب كيميائي هل تركيب المية اذا تركيب الوقود طبعا لا يبال صح رقم مين رقم جيم من استخدامات الوقود الحفري من استخدامات الوقود مين الحفري تدفئة المنازل طبعا صح تحريك السيارات صح انتاج الكهرباء صح فاذا نختار مين جميع ما سبق رقم خمسة كل ما يلي يوجد تحت سطح الارض ما عادة يعني في حاجة مش موجودة تحت سطح الارض يا طرق ايه هي تعال نشوف كده الغاز الطبيعي موجود تحت سطح الارض الفحم تحت سطح الارض النبات الاخضر ها ايه رأيكم هل ده موجود تحت سطح الارض طبعا لا فاذا نبدأ نختار ده النفط طبعا موجود تحت سطح ايه الارض رقم ست من صور الوقود المية هوى البنزين لا توجد اجابة صحيحة عاوزين نين من صور مين من صور اللي هوى الوقود طبعا مين عندنا اللي هوى البنزين رقم سبع من مصادر الطاقة غير المتجددة نركز في الكلام غير ايه غير المتجددة الخشب طبعا ده مصدر محدود تمام وعند هنا اللي هو طبعا ده بسميه مصدر اللي هوى حيوي وعند هنا اللي هوى النفط طبعا ده مصدر للطاقة غير متجدد وبالتالي دي الاجابة الصح العجب طبعا ده مصدر ايه مصدر اللي هو متجدد الميا مصدر ايه متجدد طبعا ده مصدر حي وخلي بنا انما عندي طبع الميا ايه مصدر لطقاء بس مصدر ايه اللي هو متجدد في كده الاجابة اللي هو الغير المتجدد اللي هو مين اللي هو النفط بسميه غير متجدد او بسميه اللي هو المحدود يمكن توليد القهرباء عن طريق يطر الميا ايه رأيكم صح او طبعا صح الرياح صح النفط صح جميع ما سبق بهذه الاجابة الماء لو احنا فاكرين الماء ممكن هولد عن طريقها اللي هو قهربة فبسميها الطاقة اللي هي القهرو كيميائية بسميها الطاقة اللي هي القهرو مائية ودي نسبتها حوالي 3% الرياح بقدر اولد عن طريقها اللي هي مينة قهربة ودي بيكون نسبتها حوالي 1% النفط بولد عن طريقه اللي هو القهربة بيكون نسبتها حوالي 39% رقم تسعة الوقود الذي ينتج من تحل البقايا النباتات والحيوانات التي عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين يكون يطرق ايه رقم ألف مصدر متجدد مصدر مين مصدر متجدد هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط رقم بيه مصدر ملوس للبيئة مصدر ملوس لمين للبيئة احنا منتكلم عن مين دلوقتي وقود بينتج من تحل البقايا النباتات والحيوانات طيب الوقود ده بسميه الوقود مين اللويل حفري صح ولا لأ فهنا بقول لي هنا غير ملوس للبيئة هل هو غير ملوس ولا ملوس طبعا هو ملوس فيه زند ما تنفعش معايا ملوس للبيئة طبعا دي الإجابة وقود حيوى طبعا لأ فالصح كده رقم مين رقم جين عندما تدور التوربينات لتشغيل المولدات تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة منها والي القهراء بخلي بنا فيطار حرارية ولا ضوائية ولا قهربية ولا وضع طبعا طاقة ايه قهربية رقم 11 من مصادر الطاقة التي قد تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي الرياح هل ده بسبب كلامنا طبعا لا الشمس طبعا لا البنزين ها ايه رأيكم طبعا دي الإجابة المية طبعا لا يبال صح رقم مين رقم جين رقم 12 من اضرار الوقود الحفري كل ما يلي عادة يعني فيه واحدة هي اللي غلط اول حاجة الاحتباس الحرارة طبعا ده صح بالنسبة لنا احنا ما ندور على واحدة غلط خلي بنا رقم بيه اطلاق غازات ملوسة للبيئة زي سنو سيد الكربون بردك صح رقم جين اعتدال درجات الحرارة هل الوقود الحفري الاضرار بتاعته بيؤدي الاعتدال درجات الحرارة طبعا لا فازن ديها اللي احنا نختارها التغير المناخي بردك بيؤدن مين الى التغير المناخي نتيجة اللي هو حدوث اللي هو الاحتباس الحراري رقم 13 كل ما يلي من اضرار الامطار الحمضية ما عادة يعني فيه واحدة بردك هي اللي غلط موت الاشجار طبعا صح الاحتباس الحراري هل ده بيتبع اللي هو الامطار اللي هو الحمضية طبعا ما لاش علاقة لان طبعا ده من اضرار مين اللي هو الوقود الحفري واحتراك اللي هو الخشب واللي هو ايه الوقود الحفري رقم جيم تلويس المية طبعا برضك اللي هو اضرارها فده صح زوابان وتفتت اللي هي الصخور برضك صحي بل وحيدة اللي غلط اللي هي رقم مين رقم بيه رقم 14 يعتبر نقط اقدم انواع الوقود التي لا تزال تستخدم في جميع انحاء العالم يا طرق ايه تعال نشوف كده الاختيرات الخشب ولا النفط ولا الفحم ولا الغاز الطبيعي طبعا مين اللي هو الخشب رقم 15 ايه مما يلي يعتبر موارد طبيعية مفضلة لتوليد الطاقة النظيفة طاقة نظيفة ركز في الكلام تعال نشوف كده الاختيرات اول حاجة مياه المحيطات والانهار ولا الاشجار ولا عشاب الجفة ولا المياه والفحم والنفط ولا الرياح والنفط والغاز الطبيعي احنا عاوزين هنا يولد طاقة نظيفة طبعا مين هنختار رقم الف اللي هي مياه المحيطات والانهار وطبعا دي بسميه اللي هي ايه الطاقة القهرائية مائية رقم 16 ما الميزات التي تتمتع بها الرياح والطاقة الشمسية عن الفحم والنفط يعني ايه اللي بيميز الرياح والطاقة الشمسية اول حاجة تعال نشوف الاختيرات اول حاجة عندنا كده الرياح والطاقة شمسية مصادر طاقة غير متجددة هل هم الاتنين دول غير متجددين ده ده مصدر متجدد وده مصدر دائم فيه ازان ده غل amigos بالنسبان الرقم بيه الرياح والطاقة الشمسية اقل تكلفة من الفحم والنفط الرياح والطاقة الشمسية اقل تكلفة من القهر والنفط ايه رأيكم تماشي معنا طب تعال نشوف البقاءين كده الاول رقم جيم الرياح والطاقة الشمسية مصادر طاقة متجددة على عكس اللي هو الفحم والنفط ها تماشي معنا صح زي الفول اللي ديت تعال نشوف الرقم ده الاول يوجد للرياح والطاقة الشمسية مخلفات توسر سلبا على البيئة اقصر من الفحم والنفط طبعا الكلام ضغلت يبقى افضل اجابة عندي هنا اللي هي رقم مين اللي هي رقم جيم عندي اللي هي الرياح والطاقة الشمسية مصادر طاقة ايه متجددة على عكس مين الفحم ايه واللي هو النفط يبقى الاجابة رقم مين رقم جيم ما سبب تفضيل استخدام الطاقة القهرومائية بدلا من النفط رقم الف النفط مصدر طاقة متجدد هل النفط مصدر متجدد طبعا الكلام ده غلط تمام لانه مصدر محدود وبولي ارخص من الطاقة القهرومائية طبعا الكلام ده غلط رقم بيه الطاقة القهرومائية من مصادر الطاقة المكلفة بالمقارنة بالنفط يعني ده اغلى من ده اغلى من النفط طبعا غلط النفط هو اللي اغلى رقم جيم النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وتكلفته عالية بالمقارنة بالطاقة القهرومائية طبعا دي الاجابة رقم ده اللي الطاقة القهرومائية من المصادر المتجددة عالية تكلفة هل هي عالية تكلفة طب هي متجددة ماشي بس هي طبعا غير عالية التكلفة يعني رخيصة وبالتالي دي تنوى بالنسبة لنا ما تنفعش بصح كده رقم مين رقم جين السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين يعني مديني كلماتين أختار واحدة منها رقم واحد عندما يمتازج يختالت يعني الماء مع غاز مين يطارة تتكون الأمطار الحمضية يطارة الاكسوجين ولا سانوكسيد الكربون طبعا مين سانوكسيد الكربون لما بيتحد اللي هو الماء مع اللي هو سانوكسيد الكربون بيكون حاجة اسمها حمد الكربونيك وحمد الكربونيك هو اللي يكون مين الأمطار الحمضية رقم اثنين عوادم السيارات تسبب التهابا في يطارة العين ولا الأمعية الدقيقة طبعا مين العين رقم ثلاثة القدماء استخدموا نقطة كواقود قبل اكتشاف البنزين الخشب ولا الرياح القدماء خلي بالنا طبعا مين اللي هو ايه الخشب رقم اربعة تعد نقطة هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض الشمس ولا الغاز الطبيعي مين المصدر الرئيسي ها عاوز اسمع الاجابة طبعا مين الشمس اللي نور رقم خمسة تحتاج السيارة إلى نقطة لكي تسير يا ترى وقود ولا مية ها عشال عربات ماشي طبعا بحط فيها ايه الوقود اللي هو البنزين رقم ستة من أمثلة الطاقة المتجددة الفحم هل ده متجدد طبعا ده محدود ما ينفعش الرياح طبعا دي الاجابة الصح رقم سبعة تكون أو تكون النفط من تحل البقايا يطرى نباتات ولا الكائنات البحرية الدقيقة ها هنختار مين طبعا مين الكائنات اللي هي البحرية الدقيقة رقم تمانية يمكن تحويل النباتات إلى وقود سائل ويعتبر من أنواع الوقود يطرى حفري ولا حيوي طبعا بسمين الوقود مين اللي هو ايه الحيوي تسعة عندما يتحد غاز ساني اكسيد الكربون مع الماء يتكون حمد الكربونك ولا احتباس حراري مين تسبب نقطة ارتفاع درجة حراري قوكب الأرض يطرى الأمطار الحمدية ولا ظاهرة الاحتباس الحراري طبعا مين ظاهرة الاحتباس الحراري اللي هيبتنتج نتيجة زيادة غاز ساني اكسيد الكربون رقم 11 الفحم أحد مصادر الطاقة ولكن لا يمكن استخدامه فيه يطار التأثفاء ولا تشغيل التلفزيون ها الفحم لما أحرقه هل أشغل به تلفزيون طبعا لا فإذا ده الإجابة اللي احنا ما ندور عليها هنا بولي ولا ولكن لا يمكن لا يمكن استخدامه خلي بأنه فنختار مين تشغيل لواء التلفزيون تخير من العمود ألف ما يناسب العمود به عندي هنا مدين النفط النفط هنا نختار حاجة كده معاه طبعا بينتج من تحلل الكائنات البحرية التي ماتت منذ ملايين السنين فهنا معنا رقم واحد رقم اثنين الأمطار الحمدية تسبب تلوث المياه وموت الأسماك يبدأ رقم كم؟ رقم اثنين رقم ثلاثة الضباب الدخاني طبعا يتسبب في تهيج العيون والرئة يبدأ رقم كم؟ ثلاثة الوقود الحيوي ينتج من بعض النباتات التي يمكن إيه زراعة هيبدا رقم كم؟ أربعة السؤال الرابع ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبورات الآتية رقم واحد كلما زاد احتراق الوقود الحفري قلت درجة حرارة كوكب الأرض قلت ده بيطلع لي سنقصيد الكربون اللي هو بسبب الاحتباس الحراري خلي بالي وبالتالي الكلام ده غلط المفروض إيه؟ هيؤدي لزيادة درجة حرارة كوكب الأرض رقم اثنين رقم اثنين يعتبر استخدام الوقود الحفري من الوسائل التي تحافظ على البيئة من التلوث إذا كان هو أصدر مصدر التلوث الكلام ده غلط رقم ثلاثة الشمس هي المصدر الأساسي والأولي لتكوين كل من الوقود الحيوي والوقود الحفري إيه رأيكم؟ طبعا صح وزالفل عشان هي مصدر جميع الطاقات رقم أربعة حركة المولدات حركة مين؟ المولدات في محطات توليد الطاقة القهربية ينتج عنها طاقة وضع هي مفروض طاقة ميكانيكية أو بيسمها طاقة حركة الكلام ده غلط خمسة يعتبر النفط من مصادر الوقود الحيوي حيوي طبعا الكلام ده غلط هو حفري مش حيوي رقم ستة الوقود الحفري الحفري من المصادر التي يمكن أن تعود تعود بعد فترة قصيرة من استخدامها هل بيرجع تاني؟ يعني هل البترول اللي أنا بياخده هيرجع مكانه؟ طبعا لا الكلام ده غلط يبقى رقم ستة ايه؟ غلط رقم سبعة قطع الأشجار باستمرار لا يسبب ضرر على البيئة طبعا بيسبب ضرر لأنها يؤدي إلى زيادة مين الغازات زي سنة وسيد الكربون رقم تمانية يعتبر الوقود الحيوي أحد المصادر غير المتجددة للطاقة غير متجددة نركز في الكلام هل الكلام ده صح ولا لا؟ طبعا ايه؟ غلط هو طبعا مصدر ايه متجدد رقم تسعة يتشابه التركيب الكيميائي للماء مع التركيب الكيميائي للنفط يعني هما الاثنين زي بعضا لأنه نبولية تشابه طبعا الكلام ده غلط هما مش شكل بعضا أصلا يبه غلط رقم عشرة المياه أحد مصادر إنتاج القهرباء في مصر صح ولا لا؟ طبعا صح وطبعا دي بسمها الطاقة ايه؟ القهرومائية وده بتقدر نسبة استغلاله بحوالي 3% رقم 11 يتكون الفحم من بقايا الكائنات البحرية الضقيقة التي ماتت منذ ملايين السنين هل الكلام ده صح ولا لا؟ بيكلمنا على مين على الفحم؟ خلي بالي طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط فقوله العبارة ايه غلط رقم 11 رقم 12 معدل التلوث في القرى والمدن الصغيرة أكبر من معدل التلوث في المدن الكبيرة هل في القرى اللي فيها زرع كتير هيكون التلوث فيها أكبر؟ ولا أقل؟ مفروض أقل فإذا العبارة غلط 13 يعتبر الوقود الحيوي أحد المصادر غير المتجددة غير المتجددة نركز في الكلام هل الكلام ده صح ولا لا؟ طبعا ايه؟ العبارة غلط هو متجد طبعا رقم 14 العمطار الحمضية تسبب تلوث الماء ايه رأيكم؟ طبعا صح رقم 15 الوقود هو مادة تنتج طاقة كيميائية عند حرقها ها صح ولا لا؟ طبعا يطلع لطاقة أي حرارية مش كيميائية وبتالك لم ده غلط السؤال الخامس أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة رقم 1 من أمثلة الوقود الحيوي نقط بينما نقط من أمثلة الوقود الحفري عاوزين حيوي زي ايه؟ الحيوي زي اللي هو الخشب أو النبات الخشب بينما نقط من أمثلة اللي هو الوقود اللي هو الحفري زي مين زي النفط رقم 2 من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة متجددة يبز رياح او اللي هي طاقة الماء اللي هي المياه رقم اثنين او رقم ثلاثة لتجنب تلوث الهواء يجب علينا استخدام مصادر الطاقة نقط مثل المية طب المية دي بسمها مصادر ايه اللي هي متجددة يبقى مصادر الطاقة ايه المتجددة رقم اربعة المولد القهربي يحول الطاقة نقط الى طاقة نقط المولد القهربي طبعا بيحول الطاقة ايه الحركية إلى طاقة كهربية الحركية إلى طاقة كهربية رقم خمسة تستخدم في تدفئة المنازل صور الوقود مثل عاوزين صور الوقود زي ايه والله بنستخدم اللواء الخشب عندنا او اللواء الفحم رقم ست تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الارتفاع طبعا ارتفاع مين درجة حرارة ايه الجو درجة حرارة الجو وتسبب تغير تغير مين تغير المناخ المناخ رقم سبعة يستخدم الفحم نقط في محطات القوة القهربية لتوليد القهربة طبعا عند الفحم وإيه كمان والله عندنا اللي هو كذا حاجة فيه اللواء الفحمة فيه عندنا النفط فيه الغاز الطبيعي فيه الطاقة القهرومائية كل دي ايه امثلة فنقول اللي يستخدم اللواء الفحم وإيه كمان وإيه الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي رقم تمانية الوقود نقط مصنوع من بعض النباتات التي يمكن زرعتها طبعا ده بسمية الوقود ايه الحيوي الحيوي رقم تسعة عندما يتحت حمض الكربونيك مع مياه الامطار تتكون الامطار بسمها الامطار الحمضية الامطار ايه الحمضية اللي هي بتؤدي الى موت النباتات السؤال السادس صوب ما تحتوي خط فيها العبارات الائتية يعني الكلمة اللي تحتوي خط دي غلط هنشلها ونكتب حاجة مكانها رقم واحد تتحرك السيارة عندما تحدث عملية نقط للوقود عملية ايه بسم عاملة احتراق هنشل التابريد دي ونكتب مكان ايه احتراق رقم اتنين هو الوقود الناتج من تحل البقايا النباتات والحيوانية طبعا ما سامي الوقود مين هنشل الحيوان دي ونكتب مكان ايه اللي هو الحفري يبسم ايه الوقود مين الحفري رقم ثلاثة عند اضافة النفط الى المية فانهم يمتزجان يعني هما الاتنين بيختلطوا مع بعض طبعا الكلام ده غلط هعكس الكلام اقول له ايه لا يمتزجان يعني هما الاتنين مش يختلطوا مع بعض لان ده من مادة وده مادة تانية رقم اربعة من مصادر الطاقة غير المتجددة عاوزين غير متجددة زي مين زي اللي هو البترول او اللي هو النفط او الفحم كل ده غير متجدد رقم خمسة مصادر الطاقة متجددة طبعا دي هنشيلها نكتب مكانها يا طرق ايه تعالا نقرأ كده نشوف السؤال هي مواد طبعية تستهلك بمعدل اسرع من امكانية تجددها باستهلكها بمعدل اسرع من امكانية ايه تجددها طبعا دي ما سميها ايه اللي هي مصادر الطاقة غير المتجددة يبقى عندي هنا مصادر الطاقة هنا ازود هنا في نص نقول له ايه الغير متجددة الغير متجددة رقم سبعة اكتبوا المصطلح العلمي رقم واحد مادة تنتج مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها طبعا دي ما سميها ايه الوقوت زي الخشب او الفحم الوقوت او النفط رقم اتنين مصادر طبعية للطاقة وتستغرق وقتا طويلا جدا حتى تتكون بسميها المصادر ايه غير اللي ايه المتجددة زي اللي هو الوقود الحفري المصادر غير المتجددة رقم ثلاثة نوع من الوقود الحفري يتكون من بقايا كائنات بحرية دقيقة طبعا دي ما سميه النفط النفط رقم اربعة مصادر الطاقة الطبعية التي تشمل طاقات الرياح والماء هما الاتنين مع بعض بسميها مصادر ايه طرح متجددة ولا غير متجددة طبعا مصادر ايه متجددة فبقول له مصادر الطاقة المتجددة خمسة ظاهرة تحدث عند ارتفاع كمية غاز سينوكسيد كربون في الهواء وينتج عنها ارتفاع درجة حرارة الارض طبعا دي بسمها الاحتباس ايه الاحتباس اللي هو الحراري يبقى دي اسمها الاحتباس الحراري رقم ستة جزء في محطات الطاقة القهربية يحول الطاقة الحركية الى طاقة قهربية طبعا دي بسمها مولدات ايه القهربية المولدات القهربية رقم تمانية اسكر مثلا لكل من رقم واحد مصدر طاقة متجدد زي مين زي اللو والماء او الرياح رقم اتنين مصدر طاقة غير متجدد غير متجدد زي مين زنفط او الفحم او البترول رقم ثلاثة مصدر طاقة غير ملوس للبيئة حاجة ما متلوس للبيئة زي مين زي اللية المية او الرياح او الشمس كل دي مصادر غير ملوسة للبيئة رقم اربعة مصدر طاقة يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجو طبعا بسميه مين اللي هو الفحم لان بيطلع منه اللي هو مين سينوكسيد الكربون هو اللي بيسبب مين ارتفاع درجة حرارة الجو السورة رقم تسعة رتب الجمل الهاتية حسب المطلوب رتب رقم واحد رتب الخطوات التالية لتوضيح كيفية تكون الفحم اول جملة عندنا تجبر النباتات على سطح الارض في العمر وتموت الحاجة التانية تتحلل بقايا النباتات وتعطيها الرمال كانت الارض قديما مليئة بالمستنقعات حيث تنمو النباتات ترقامت عدة طبقات من الطين والرمال بمرور الزمن فوق بقايا النباتات الميتة تتحول النباتات الى فحم بفعل الحرارة والضغط طيب احنا عايزين نرتب الجمل دي اول حاجة طبعا عندنا اللي هي كانت النباتات قديما كانت الارض قديما مليئة بالمستنقعات حيث تنمو النباتات دي اول حاجة عندنا تمام بعد كده اللي حصل بدأت هنا النباتات تجبر فين في العمر فهنا دي عندنا رقم اتنين تجبر النباتات على سطح الارض في العمر وإيه بعد كده اللي حصل لها بدأت تموت بعد ما بدأت تموت هنا اللي حصل بدأ هنا يحصل هنا اللي هي تحلل اللي هي بقايا النباتات تمام تحلل اللي هي بقايا مين النباتات وتغطية الرمال والطين يبدأ دي رقم كام رقم ثلاث بعد كده بدأ يترقم عليها مين عدة طبقات من اللي هو الطين والرمال بمرور الزمن فوق بقايا النباتات الميت يبدأ رقم اربعة اخر حاجة عندي اللي هي رقم خمسة تتحول النباتات الى ايه الى فحم بفعل الحرارة واللي هو ايه الضغط يبدأ دي رقم كام رقم خمسة رقم اتنين خطوات توليد القهرباء في محطات الطاقة من الوقود الحفري رقم اول عبارة عندنا تسخين المياه لتكوين اللي هو البخار دي اول حاجة الحاجة التانية تشغيل مولدات التي تحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية احترق الوقود لإدارة حرارة لانتاج حرارة انتاج الطاقة الكهربية عبر اسلاك لتصل الى منازل تحريك اللي هي توربينات فتتولى الطاقة حركية هنبدأ باول حاجة اللي هو مين احتراق مين الوقود لإدارة مين ليه اللي هو انتاج ايه حرارة يبقى اول حاجة عندي اللي هي احتراق الوقود لانتاج حرارة طيب دلوقتي الحرارة طلعت هبدأ اعمل بها ايه هسخن بها ايه المياه يبقى الحاجة التانية تسخين المياه لتكوين البخار البخار طلع عندي هعمل بايه هبدأ اشغل بيه مين اللي هو اللي هو المولدات يبقى عندي هنا فيه الاول تشغيل المولدات وهنا فيه تحريك ايه التوربينات هبدأ الاول حرك بقى ايه اللي هي التوربينات تمام فيب عندي هنا رقم ثلاثة اللي هو تحريك التوربينات فتتولى الطاقة ايه حركية بعد مولد الطاقة حركية هبدأ هنا استغل الطاقة الحركية دي تنور في تشغيل مين في تشغيل اللي هي المولدات التي تحول الطاقة الحركية الى طاقة ايه كهربية بدي رقم اربعة اخر حاجة عندي اللي هي انتقال الى مين الطاقة الكهربية عبر اسلاك لتاصل الى المنازل يبقى دي العبارة رقم كم؟ رقم 5 السؤال العشر صنف مصادر الطاقة التالية الى مصادر متجددة او مصادر غير متجددة يعني مديني هنا 6 حاجات كل حاجة كده اقوله طبعا مين يا ترى فهنا كاتب لي هنا مصادر الطاقة ايه؟ متجددة عاوزين هنا متجدد الاول يا ترى بنزين متجدد? طبعا لا الغاز الطبيعي طبعا لا الرياح طبعا دي اول حاجة عندي يبقى اول حاجة اللي يمين الرياح. يبقى احنا اخدنا ايه الرياح. عندي اللي هو النفط طبعا ده اللي هو ايه غير متجدد. الشمس طبعا ده متجدد. فالحاجة التانية ايه الشمس. الحاجة التالتة اللي يمين الماء. كل ده اسمه ايه متجدد. اما اللي هو الغير متجدد بقى زي يمين زي البنزين. البنزين. وعند اللي هو الغاز الطبيعي الغاز. الطبيعي والحاجة التالت اللوامين النفط السؤال الرقم 11 انظر للشكل المقابل ثم اختر الاجابة الصحيحة يعني هنا مديني الكلماتين اختر كلمة منهم فبول هنا رقم 1 يعتبر مصدر الطاقة المستخدم من المصادر زي ما احنا شايفين هنا فيه فحم بيتحرق فياطر اللي هو الفحم اللي هو قدامي او الخشب اللي بيتحرق قدامي ده ياطر مصدر متجدد متجددة والغير متجددة طبعا المصادر ايه غير متجددة رقم 2 تأثير تأثير هذا المصدر للطاقة على البيئة ياطر ملوث للبيئة والغير ملوث طبعا ايه ملوث للبيئة عشان يطلع لي غازات زي سنوكسيد الكربون رقم 3 تأثير هذا المصدر على البيئة يشبه تأثير ياطر البنزين والطاقة الشمسية طبعا زي مين زي البنزين عشان هما الاثنين ملوثين لايه ملوثين للبيئة السؤال رقم 12 انظر للشكل المقابل ثم اجب رقم 1 عندما يحترق الوقود الحفري الوقود الحفري في المصانع ينتج عن ذلك تصاعد غاز غاز اللي هيتصاعد منه طبعا غاز بسميه غاز ساني اكسيد من القربون يبقى عندي الغاز اللي هو هيتصاعد منه بسميه غاز مين ساني اكسيد القربون رقم 2 عندما يتحد هزا الغاز مع بخار الماء الموجود في الهواء الجوي يعني عبادة هنا المصانع زي ما احنا شافين بده يطلع لغاز مين ساني اكسيد ايه الكربون هيبدأ يتحد مع مين مع بخار الماء اللي هو موجود في الهواء اللي هو موجود في الصحب هيكولавно هنا يتكون حمض الكربونك الذي يسبب سقوط امطار الامطار اللي هتبدأ تنزل اللي هي الرقم 2 دي بقى بسميه امطار ايه بيسميه أمطار اللي هي حمضية يبقى يسبب سقوط أمطار حمضية يبقى عندنا تاني المصانع المداخن بتاعتها يطلع منها غاز اسمه غاز مين؟ ساني أكسيدو كربون الغاز ده هيبدأ يطلع في الهواء هيبدأ يتحد مع مين؟ مع بخار الماء اللي هو موجود في الهواء فلما يتحد معاه ويبعد كده يبدأ ينزل على هيئة أمطار الأمطار اللي هي النازلة ده بيسميه أمطار مين؟ حمضية رقم 13 ده علامة صح أمام القواعدة التي تساعد على التقليل من التلوث وعلامة غلط أمام القواعدة التي تسبب التلوث رقم 1 يمكنك ركوب الدراجة اللي هي العجلة يعني أو الماشي بدلا من قيادة السيارة طبعا دي حاجة بتساعد على مين على تقليل منين من التلوث فإذا الكلام ده صح يبدأ يتصح بالنسبة رقم 2 قد سيارتك سوء يعني سيارتك الخاصة بدلا من مشاركة سيارة واحدة مع صديقك طبعا هنا السيارة اللي هي بتاعتك لو أنا سؤقتها طبعا يتقدم مين إلى إيه؟ إلى زيادة مين التلوث سوى بالتالي دي غلط بالنسبة لنا رقم 3 استخدم الفحم بدلا من الطاقة الشمسية طبعا ما احنا عارفين الفحم بيلوث البيئة فإذا دي غلط رقم 4 قم بتدفئة منزلك إلى درجة حرارة عالية في الشتاء عالية بقول لي خلي بالي عالية طبعا الكلام ده غلط لأن ده هيسبب إيه؟ استلاك المية كبيرة من الطاقة خمسة أوقف الهاتف اللي هو التليفون وكمبيوتر عن العمل إذا كنت لا تستخدمهما إيه رأيكم؟ طبعا احنا كده بنوفر طاقة فكلام ده صح؟ لا تترك المصابيح مضاءة في غرفة لا يجلس بها أحد يعني مفيش حد قاعد في القوضة المفروض تتفيقي المصابيح؟ ها؟ صح ولا لا؟ طبعا إيه؟ صح رقم 14 رقم 1 لماذا يعتبر الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة؟ يا طرل إيه؟ أقول له لأن معدل استهلاكه أكبر من معدل إيه؟ إنتاجه احنا عارفين طبعا إن الوقود الحفري بيأخذ اللي هو مليوني السرين عشان إيه؟ يتكون رقم 2 اذكر أمثلة لطرق ترشيد اللي هو استهلاك اللي هو القهرباء يعني نعمل إيه؟ عشان نقلل استهلاك القهرباء أول حاجة اللي هو فصل القهرباء عن الأجهزة بعد استخدامها الحاجة الثانية بابدأ هنا أطفل لها المصابيح في الغرفة التي لا يوجد بها أحد اطفاء المصابيح في الحجرة التي لا يوجد بها أحد فاش حد يعني ممكن كمان إن أنا هنا أبدأ أخصص وقت معين علشان أفصل فهها القهرباء عن إيه؟ عن اللي هو المكان اللي احنا قاعدين فيه رقم يعني أعمل راحة لقهرباء بحيث أنه لدرجة حرارة مين اللي هي السلوك اللي هي بتاعت مين اللي هي المكان اللي احنا ساكنين فيه رقم 3 ما أضرار الضباب الدخاني الممبعث من عوادم السيارات يا طرح يعمل إيه؟ أول حاجة هنا بيطلع لي اللي هو بعض اللي هي جسيمات الجسيمات اللي هي الصغيرة ديتا هتسبب اللي هو التهاب في الرئة يبقى أقول له كده يؤدي إلى التهاب في الرئتين وتهيج العين رقم 4 ماذا يحدث عند اتحاد غاية ساني اكسيد الكربون مع بخار الماء الموجود فيه اللي هو الهواء هيؤدي طبعا لتكوين مين اللي هو حمد الكربونك يؤدي إلى تكوين حمد الكربونك وحمد الكربونك ده والذي يكون أمطار حمدية رقم 5 ما الأضرار التي تسببها الغازات النتجة عن احتراق الوقود اللي هو الحفري زي اللي هو غاز مين ساني اكسيد مين اللي هو الكربون طبعا ده بيؤدن مين إلى اللي هو أول حاجة اللي هو ظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض وتغير المناخ عندي كمان هيؤدي المين إلى تكوين مين الأمطار الحمدية وتكوين الأمطار الحمدية وطبعا الأمطار الحمدية زي ما احنا عارفين هتودن مين إلى موت مين النباتات ياربكم فهمنا بالتوفير الجميع ما تنسناش من صلاح دعواكم كان معكم مصر طرق وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو القادمة والسلام عليكم ورحمته وبركاته